هل الميت يلتق بأهله من الأموات الذين سبقوه؟ وهل يتزاورون فيما بينهم؟ وهل يتذكرون أيامهم السابقة في الدنيا؟ وهل يعرفون من يدعو لهم أو من يدعو عليهم؟ وهل يشعرون بزيارتنا لهم؟ وما هو أفضل شيء نقدمه للأموات فينفعهم عند ربهم؟ هذا وغيره سنعرفه في هذه الحلقة إن شاء الله فكونوا معنا وتابعونا أحبابي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن عالم الأموات عالم غيدي مجهول فإنه لم يرجع أحد من الذين ماتوا ليحكي لنا من الذي حدث معه هناك ونحن في هذا لا نصدق إلا ما جاء عن ربنا وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي حلقتنا هذه سأقتصر مع حضراتكم في الإجابة على هذه الأسئلة سأقتصر على القرآن الكريم وما ثبت مسندا وصحيحا عن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والآن لنبدأ على بركة الله هل الميت يلتقي بأهله من الأموات الذين سبقوه وهل يتزاور الأموات فيما بينهم أن يزور بعضهم بعضا نعم حبيبي في الله وقد دل على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإليك الدليل الأول ما رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي في سننه وأحمد في مسنده وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع رحمة الله على الجميع من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في إدبال من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الثياب بيض الوجوه وجوههم كأنها الشمس فقبضوا روحه سهلة خفيفة كما تسل الشعرة من العجين ثم صعدوا بها إلى السماء ففاحت لها رائحة أطيب من رائحة المسك شمها أهل السماء جميعا فقالوا روح من هذه يقال لهم روح فلان ابن فلان ثم يرسل الله إليه أرواح الذين سبقوه من الأموات فلهم أشد فرحا به من أحدكم فرح بحبيب غائب رجع إليه إذن هذا هو اللقاء الأول حين يصعد الميت إلى السماء وحتى يستأنس يرسل الله إليه أرواح أهله وزويه ومحبيه من الأموات الذين سبقوه فيتقابلون هناك في السماء الأجمل من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأموات لهم أشد فرحا بهذا الميت من أحدكم كان عنده حبيب غاب عنه لفترة طويلة ثم رجع إليه ليس هذا فحسب يكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الشريف فيقول ثم يجتمع حوله الأموات ويتكاثرون فيسألون عن أحبابهم وزويهم الذين تركوهم في الدنيا يسألون ذلك الميت ليش؟ لأنه لا زال حديث عهد بالدنيا يسألون عن أحبابهم وزويهم يقولون له ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلان وماذا كان من أمر علان وماذا فعل فلان فلما يكسرون عليه في الأسئلة تقول لهم الملائكة اتركوه يرتاح فإنه لا زال يعاني من شكرات الموت ثم بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى برد الروح إلى القبر مرة أخرى حتى يعرف منزلته من الجنة وهنا نقول هل يتزاور الأموات في هذه اللحظة؟ والجواب نعم حبيبي في الله وكل شيء بالدليل ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولي أحدكم أخاه يعني في غسله وتكفينه ركز بالله عليك نحن الآن قدمنا الدليل على أن الأموات يلتقون ويتقابلون لكن بعد ذلك هل هم يتزاورون؟ نعم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا الحديث رواه أنس بن مالك عن رسول الله أنه قال إذا ولي أحدكم أخاه يعني في غسله وتكفينه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون بها هناك الله أكبر الحديث رواه الإمام النسائي في سننه وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع رحمة الله على الجميع إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتزاورون هناك دل دلالة واضحة على أن الأموات يتزاورون يعني يذهب بعضهم إلى بعض كيف يمولان هذا الكلام؟ أقول الصورة غيبية التصور مجهول الكيفية نفسها لم ترد تفصيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أثبتها عليه الصلاة والسلام في كلامه بل إن الإمام بن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال ولا يفرق في ذلك بعد المدافن أو بعد المقابر يعني مثلا مش إن الواحد يكون قريب في القبر عند أخيه فيتزاورون أو بعيد فلا يتزاورون لا قال ابن تيمية رحمة الله عليه ولا يفرق في ذلك قرب المدافن أو بعدها بل ربما يكون القبر بجوار أخيه ولا يتزاورون والقبران بعيدان عن بعضهما ويحدث التزاور طيب هل يتذكر الموتى أهلهم وأحبابهم وأيامهم السابقة في الدنيا؟ نعم حبيبي في الله مشكلتنا إخوتي في الله أننا نعتقد أن الميت إذا مات انقطع عن أهله وأحبابه وعن الدنيا نهائيا لا حبيبي في الله إنه يذكرنا ويتذكرنا بل ويتذكر الأيام التي عاشها وكل شيء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا آنفا لدرجة أن الإنسان حين يموت ويلتقي بالأموات هناك في السماء يسألونه عن أهلهم وأحبابهم في الدنيا كل واحد يسأله سؤال ابني عمل إيه؟ بنتي عملت إيه؟ ابن أخوي عمل إيه؟ مراتي عملت إيه؟ ده مثلا أنا ست ابني كان في ابتداء عمل إيه؟ يرد عليه ويقول له ده ما شاء الله كبر ودخل الجمعة وتخرج والقصة دي ليش؟ لأنهم لا ينسوننا أبدا نحن فقط الذين ننساهم ننساهم في الدعاء ننساهم في الاستغفار ننساهم في قراءة القرآن ننساهم في وهب الصدقات والزكوات التي تصل إليهم عند ربهم سبحانه وتعالى السؤال الآن إنهم يتذكروننا هل يتذكرون أيامهم السابقة التي عاشوها في الدنيا؟ نعم والدليل على ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سبت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة الخلد بالله أعليك لا تسمع إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة الخلد يسير في عرضها الراكب مئة عام لا يقطعها ما بال هذه الشجرة يا رسول الله؟ قال يجلس تحتها المؤمنون يتحدثون ويتذكرون أيامهم السابقة في الدنيا الله 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 منتدى منتزى شجرة اسمها شجرة الخلد في النعيم عند ربنا سبحانه وتعالى يجلس تحتها المؤمنون يعملوا إيه؟ يتذكروا الأيام اللي سبق الأيام التي عاشوها في الدنيا وأهلهم وأحبابهم وربما يتلمسون لهم الخير من الله سبحانه وتعالى طيب هل الأموات يعرفون من يدعو لهم أو من يدعو عليهم؟ لو أنت عملت حاجك ويسى للميت لو دعيت له لو قدمت له صدقة أو استغفار هل تصل إليه ويعرفك أنت؟ وإن حدث العكس هل يعرف؟ نعم حبيب الله وكما قلت كل شيء بالدليل السابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليرتفع في الجنة درجة أو يخفف عنه من العذاب بغير عمل عمله بالله عليك لا تركز هو في القبر بيناعم يزدر نعيم أو أحيانا يكون لقدر الله يعذب فيخفف عنه من العذاب لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بغير عمل عمله يعني الحاجة ليس بتاعته السواب كده قيله من بره بغير عمل عمله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل العبد بأي شيء هذا يا ربي الحاجة الحلوة دي قدت من فين أنا ارتفعت درجة أو تخفف عني من فين تركز بالله عليك فيقال له هذا دعاء واستغفار وصدقة فلان ابن فلان لك بالإسم أول ما يرتفع طرق في الجنة دي قدت من فين فتقول له الملائكة مثلا هذا دعاء ابنك أو بنتك أو قريبك أو حبيبك أو جارك فلان بعث لك استغفار بعث لك دعاء بعث لك صدقة فاتصل إليه كاملة مكملة ولا يظلم الله مثقال ذرة فأفرض يا مولانا حدث العكس إنه حد لا قدر الله دعا على الميت بالعذاب أو بالسوء هل ذلك يؤثر وهل يعرف بمفهوم المخالفة في هذا الحديث وإن لم يرد صراحة نعم يعرف ويؤثر فإنه كما يصل له الخير يصل له الشر ممكن يكون يناعم يقلل عنه من النعيم أو مثلا في درك معين من العذاب فيزيد عليه والعياذ بالله طب ده حصلت إزاي يقال له فلان ابن فلان دعا عليك طب يا مولانا هو أي حد يدعى الحد يعني تعزل لا إن كان له عليه حق ما هو ممكن يكون وحد مات وعليه دين ما سددهوش ها لو أنا سمحت خلاص ربنا حيسمحه لكن أفرض أنا لم أسامح ظلمني لو أنا سمحت ربنا حيسمحه لكن أفرض أنا دعيت عليه يزيد عليه من العذاب ويعرف الذي دعا عليه ويعرفه بالإسم والصفة والشكل ويقال له فلان ابن فلان هو الذي فعل ذلك وفلان ابن فلان هو الذي دعا عليك بنص مفهوم المخالفة في هذا الحديث النبوي الشريف وإن كنت لا أنصح بهذا والمسامحة عليها من الله أجراء يعني الميت خلاص ذهب إلى ربه وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن كان معاً ترجمة نانسي قنقر